أستاذ أحمد مع تزايد أعداد المهاجرين مع تزايد الأعداد وكمان التصريحات اللي بتيجي من الحكومات ومختلف أشكالها هناك تحديات كبيرة تواجه النمسا في نقطة مهمة جدا مش واخدين بأننا منها التغيرات الديمغرافية ما هي التحديات التي تواجه الدول أوروبا بشكل عام والنمسا بشكل خاص مع هذه التغيرات هذا موضوع الهجرة موضوع الهجرة أكيد في من يعني ينظر الموضوع الهجرة على أنه فعلا تغيير ديمغرافي تغيير ديمغرافي في التشكيلة تشكيلة السكانية ولكن يوجد واقع معين الواقع الأول هو أن شعوب أوروبا خاصة الغربية منها فعليا تتناقص أعدادها يوم بعد يوم وهذا بسبب الحالة المجتمعية حالة التزاوج حالة لا تزاوج بالحالة المجتمعية اللي هم موجودين فيها الحالة الأولى اللي هم مسؤولين بشكله وبآخر والحالة الثانية طبيعية هي كمية الهجرة أعداد المهاجرين اللي عم يأتوا للنمسا وغيرها هذا الشيء كمان بتصور يعني إلى حد ما يوجد سيطرة عليه لأنه النمسا بهذا بالسنة 23 تقريبا عدد المهاجرين خفض 50% عن العام السابق 22 يعني فهي المخاوف بصراحة أنا برأيي لا ما كان لها وبالعكس المفروض المفترض أنه الدول المستضيفة تحاول تحاول استثمار هذه القدرات وهذه الإمكانات لصالحة لإعادة استمرار البلد لاستمرار الإنتاج لاستمرار الصناعة لوجود دماء جديدة شابة لم تنفق عليها النمسا سنت واحد وجوها جاهزين لهون يعني عفوا نحنا منعرف لما الطفل بيجي لهون دمائش ينفق عليه لحتى يصير فيهو 18 سنة تعليم وتأمين صحي وكندربة يهلف ما بعرفشو ألف قصة قصة يقول لك مشروق بالطبط يعني كما يقول لك رفعة زيادة هذا أهم من الله عنده هذا ما بالطبط لا تذكر في أحد الغلقلة القلب عندهم يعنى فبالتالي يا سادة فبالتالي يا سادة إجاهن إجاهن آآ كمية كبيرة من المهاجرين الجاهزين حتى لو في عندهم مشكلة بالتعليم بس هاي مشكلة حيتزعلو زوحة مع الوقت النمسا بدي آآ مختلف أنواع القدرات العاملة أو الإمكانات العاملة من العامل اللي بيشتغل بالسوق حتى وصولها للبروفيسور اللي موجود بالجامعة فبالتالي هاي المهاجرين هدولي عبارة عن كنز لأوروبا وخاصة الغربية منها وهن عما يحاولوا مثل هقولوا يعني صراحة يتنكروا لواقع معين لقدوم لإلن هدول هؤلاء المهاجرين اللي هن فعليا عما يحاولوا أنه يقيموا البلد بعد خمسين سنة يا سادة يا كرام يكون هناك في حزبين أو ثلاثة أحزاب يتبع على المهاجرين بالمطلق من أصول مهاجرة بقصد يعني النبساوي أو الألماني أو الفرنسي أو كذا حيصير فعليا شيء غير موجود وشفنا المنتخب الفرنسي منتخب الفرنسي بكأس العالم الماضي ما في ولا واحد فرنسي يا راشل كلهم أفارقة كلهم أفارقة كلهم أفارقة لكن نشأوا في فرنسا ومولودين في فرنسا وهم فرنسيين بالتالي قلبا وقالبا قطر ما فيشه ولا قطر ما فيشه ولا قطر الجنسية كلهم مجانسين هذه استراتيجيات الدول في مرحلة ما بعد العولمة بالمناسبة بالطبط فبالتالي يا سيد الكريم كل ما نسمع اليوم موضوع الجنسية موضوع الاعترافة وما إلى ذلك ليس أكثر بصراحة من ضجيج إعلامي وضجيج سياسي خاصة بالفترات الانتخابية وأضيف على ذلك أنا أكاد أجزم أن النمسا كما تحاول استيراد بطاقة الأربعين يورو من ألمانيا التي تريد منحها لطالبي اللجوء أربعين يورو بالشهر يا راجل شوف التفاهة أنت رح يستوردوا كمان تسهيل الجنسية إلى النمسا خلال العامين المقبلين بأقصى حالك